حكومتنا الرشيدة تعداد خلصتوا صار عدكم قاعدة بيانات حتى وان كانت يعني حقيقية بنسبة 80% اليوم تعرفون 80% من الشعب العراقي شون عايش وشون ظروفه وشون الوضاع اللي يدي يمر بيها المواطن اشقد محتاجين مساكن اشقد محتاجين مدارس اشقد اعداد الطلاب اشقد اعداد العاطلين عن العمل اشقد اعداد الخريجين وهوائي من المعلومات اللي اعتقد انتوا اعرف من عدنا بيها اللي ترجيتوها من خلال هذا الاحصاء اللي نثمنى ان يتم التعويل على اصحاب الشأن الحقيقيين عقلاء القوم الناس اللي عدها مهنية الناس الاكاديميين الناس اللي من تجي تختلف وياه بمسألة وتقعد تتناقش وياه ينطيك رأي منطقي مباشرة يغير فكرك مو يجبرك حتى تغير فكرك العراق مليان مبدعين العراق مليان كفاءات العراق مليان رجالات دولة ياريت 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 تغلبون مصلحة العراق ولو بس فترة فترة قليلة لا تعيشون برخادام بس خلونا نعيش فترات حلوة لان العراق يستاهل والعراقيين يستاهلون دكتور محمد يعني اشار الى موضوع بصراحة بالرغم من انه ادعي اني مطلع هو اتابع ومتابع جيد لكن بصراحة متش نتصافن به للحظات انه فعلا العراقي هو مواطن ملتزم فعلا العراقي مواطن يحب الالتزام احنا من الممكن نشير الى دول اخرى ونغار من عندها على كثير من المنجزات اللي صارة على ارض الواقع بس من ترجع لحقيقة الامر اشقد تطلب وقت اشقد تطلب وقت حتى يقدرون يسوون اللي يسوا مثلا موضوع اصدار الجواز وسرعة اصدار الجواز اصدار الهويات الثبوتية اللي من الممكن تختلف تسميتها عن البطاقة الموحدة اللي موجودة بالعراق الى اخره هاي عمليات تحتاجها توقعات كلش طويلة والعراق اليوم دا يركض حتى يواكب احنا ظن لنا متخرين تقريبا واحد عشرين سنة العراق محجم بكل مفاصلة دوائرة وزاراته شننا عايشين بمعزلة عن العالم اليوم احنا دا نريدين واكب تطور عالمي هذا شيء يحسب للعراق فعلا العراقيين محبين للالتزام وفعلا صدق من ذكر ان العراق محتاجين من يقودهم والعقل دائما هو القاعد والمنطق دائما هو القاعد نتمنى ان يكون قادم الايام افضل مما سبقها لان والله العراق استهد